اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مازلنا معاكم من خلال السراي وايضا حبينا ان كل نجومنا اللي كان يفترض انهم يكونون معنا بالستوديو ولكن بسبب الاجراءات الوقائية والحفاظ عليكم وعلى فنانينا ونجومنا وعلى انفسنا رح نكون معاكم من خلال وسائل التكنولوجيا وتحديدا السكايبي معانا النجم العزيز اللي ابدع هذا العام من خلال عملين متميزين يعرضون من خلال القنوات التلفزيونية مشاري البلام مبارك عليك ما تبقى من الشهر علينا وعليكم وينعاد علينا وعليكم لا فاقدين ولا مفقودي امين ان شاء الله يا رب شلونك مشاري شخبارك تمام الحمد لله كاني متربع وقاعد لي شلون قضيت اول يوم حجر والله اول يوم حجر احنا تعودنا خلاص وحين صار لنا خمسين يوم تقريبا امم فحين صار الحضر الكلي لا اليوم حضر كلي ايه يعني اليوم الحضر الكلي خلاص بعد نمتذل وان شاء الله طايعين كل الاوامر وكاننا قاعدين يعني تعودنا اه قضيناها اكل مطبخ اه تلفزيون بس شو عندنا غيرها صحيح صح جمعية اي لا انسى جمعية رفت الجمعية طبعا هذا اقوى مشواق اليوم نعم لان روحة الجمعية اصبحت مغامرة خطرة وممكن ساعات تكون غير محسوبة العواقب يعني اللي امس شفته صالح عندنا في الجمعية جمعيتنا لا كان انتحار يعني العالم فوق العالم نعم هم يا جماعة يعني شوي نهدي 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 كلنا رح ندخل بس اننا نكون فوق بعض لا مستحيل صحيح كل شي موجود يا جماعة الخير اهدوا شوية الحمد لله احنا بوضع امن وامان صحيح وما حد بيموت من اليوع انا انا بس بس اسأل سؤال اللي خزن اكل واللي خزن خبز لا سمح الله بعيد الشار عن الناس كلها ياك هالمرب ايش بتسويها باللي خزن تكل صحيح صحيح يعني هذا السؤال صحيح يا جماعة اخذوا اللي على قدكم على قد حاجتكم لانه حرام يعني ينتهي كل شيء ويتم الأكل بمكانه ويختلف نعم والخير موجود والجمعيات التعاونية موجودة ولكن يمكن الناس شوية فزعت خلال اليومين اللي طافوا بس خلاص عدينا هذه زحمة الجمعيات الحين اعتقد ان هناك حجز وممكن انت وين 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 اليوم اليوم يا صالح انا واقف دور بسيارتي حق درامو الغاز عندي درامو الغاز خلص نعم الحين خلاص من اليوم لمدة 20 يوم من اليوم فرول لي ان انت تحجز ويوصلت كل شغلة اتمنى اتمنى وارجو ان حتى بعد انتهاء الازمة نكون احنا كشعب تعودنا على الالالاين وان شاء الله يكون كل شغلنا اولاين خلاص صحيح يعني جمعيتنا اولاين حتى البقالة اللي نبيها تصير اولاين نعم وانت معانا الحين مشاري البلام ايضا اولاين عشان نتكلم واتطلع على مشاهدينك من خلال قناة الـ ATV اتشغل فيكم الله يسلمك مشاري العزيز احنا اللي متشرفين بوجودك معانا تقعد دوانية صح؟ ايه دوانيتي دوانيتي الله يحفظك ومحافظ على يعني التباعد الاجتماعي وعدم موجود اي زوارات او تجمعات ولكن ايه دوانيتي ومحافظة مشاري هالسنة متميز من خلال عملين مسلسل الرحة وايضا مسلسل هيا وابناتها ايه دوانيه رحل ايام اللي هو مسلسل تراثي وايضا مسلسل هيا وابناتها هاي و بناتها قول صور هاي و بناتها الحقيقة عرضوا علي شخصيتين وهي؟ شخصية العم وشخصية زوج خالتهم نعم فلما قريت لأ ضحت حق زوج الخالة بس أي عم فيهم تحديداً مشاري؟ عم البنات اللي هو الحين معاهم اللي قدم الولد عزيز بهبهاني صحيح عبدالله اللي هو زوج تميع عبدالله بالعمل عرفت الشخصية يعني هذا الولد قدمه بكل عفوية و يعني وهو وهو مثل ما قريت صحيح يعني قوى هلا على الأداء الحلو أنا رحت حق شخصية زوج الخالة لما قريت استفزني حسيت أنه فيه كم من الكوميديا الموقف مع عياله يعني هو أب قاسي بس من خلال قساوته تطلع كوميديا حبيت الشخصية و حبيت الأجواء كلها ما القديت طرحت حق اختيار الشخصية مشاري يعني في هيا وبناتها البعض انتقدك بسبب الضرب اللي يعني صار في مسلسل هيا وبناتها خنشوف هذا المشهد و نبي إيجابتك علف أيدك يا الله علف غرفتك الولد حس بغلطته و لاي يعتذر خلاص عاد سامحة واسميه لا يكون تكسرين كلمتي وانت يالله يالله تلف علف دارك يالله لا أولي سلم عمرك خلا يتغدى معانا عنش قلت مو قلت لك نلف يا بات رزاها يكبني حقرب غرفة خوش يا سلام وتراددني بعدها يبقى دقيقة يبقى حد تحارس المدرسة تحب على راسك يبقى اتحولني دقيقة لاحظة ما صارت الصجية تعطي يا مخاص امسوا الوحك ريال انا علمك انا علمك رجولة مشاري مثل ما شفنا هذه المشاهد المشاهد فيها عنف وممكن ان انت تعرضت للانتقاد وسؤالي اللي راح اطرحها يعني الفنان اوكي ممكن ان هو يمثل الاشياء اللي مكتوبة بالناس ويتبع يعني كتابات المؤلف بس اكيد لا دور في هذه الاشياء بحيث ان هو يوجه رسالة حق المجتمع ما تشوف هذا الشيء يعني انت اللي سويته ممكن ان يعرضك للانتقاد والله شوفي بس قبل لا ندش بالاجابة اذكر المشهد هذا اللي ركضت فيه في الشارع وصالح خالد صرار ايه يعني اوجه لهم تحية ووجه حق طاقم العمل كله تحية من المنتجة المخرج يعني يحسسون انهما صراحة عائلة يعني احنا رضع اشتغلنا ونهينا رضع هو ناسه وضعك المشهد هذا بالذات اللي ركضت وراء الولد بالشارع ذكرني في الضهات اول كان من احد يغلط في البيت الحدوب السكة ما ادري ليش قام الولد يركض والولد والابو يركض وراء انت صارت معاك مشاري يعني مشاري هي صايرة وياك انت ركضت ولا ركض وراء موجودة بس صارت تنغرض الحين يعني اول صح ممكن اولياء الامور يتعاملون بها الطريقة بس الحين يعني خفت هذه الاشياء صار الاباء والامهات عندهم وعي ان التعامل مو بالضرب في ناس في ناس قلوبهم جاسية والله اه في ناس اه عدم اه عدنين مسئولية في بيوتهم اه يعني ما يدرون عن هو دار عيالهم اه وذلك في مشهد قال لولدك اه الناظر يقول لولدك باي صاف تبلعب ايه ما عرفي ما عرفي رد عليه يقول انا وصل عيالي وامشي من المدرسة فاللي اللي ينقد على هالزوالف اذا مو مستعد يشوف حقيقة على الشاشة وفي ناس اه تخجل ان تشوف روحها على الشاشة لذلك توجه انتقاد وتوجه ان هذا اه مو موجود عندنا في المجتمع ولذلك احنا لو نروح المحاكم ونروح الدنيا راح نشوف نشاهد قضايا العنف الاسري اه سواء مع الزوجة سواء مع الاولاد فاحنا من خلال من خلال المشاهد هذه من خلال بث المسلسلات هذه نوجه رسالة يا جماعة انتبهوا انتبهوا ممكن اللي قاعد يتسوونها يؤدي حج كوارد كوارد نفسية في المستقبل هذا الولد يكبر يكبر ويأثر على عياله باتشب على زوجته يطلع شخصية متزة في المجتمع لذلك يجمع احرصوا على عيالكم وعلى بيوتكم هذه الرسالة اللي حبين نوصلها من خلال مسلسل هيا وبناتها هيا وبناتها صمود صمود اخت اخت اشرة يعني اشتغلت معانا وهي صغيرة والحين ما شاء الله الله وفقها وصارت منتجة وما نسيت رفقها يعني تنادينا وتقول لنا وشنو تختاروه شنو حابين تقدمون يعني بكل اريحية شغلنا معاها لذلك انا احب رجعي اذا المكان اللي انا ارتاح فيه اكمل فيه المكان اللي ما ارتاح فيه امشي عنه بس انا مرتاح معاهم ومستمر معاهم ان شاء الله والحين عندنا مسلسل بس ازمة كورونا وقفة التصوير مسلسل بيت الدل ان شاء الله نكملها بعد الازمة ان شاء الله جدا صمود تعامل هراقي ومحترم وتقدر يعني تواجدنا في اللوكيشن رابع واخوان مثل ما قلتكم نعم وهي صغيرة في العمر ولكن كبيرة بعطائها في ان عمرها صغير ومع هذا اصبحت منتجة اكيد يعني وانا اوجهت لها صحية قلت لها بتقعتي بشخصية التوع صحيح فعلا فعلا حتى اخراجيا ما شاء الله انا من متابعين هالمسلسل المشاري هيا وبناتها مسلسل ممتع القصص اللي موجودة جميلة حتى ظهور التوأم مع بعض متسوي بشكل عدل اخراجيا كأنهم حقيقي كأن التوأم حقيقي بعد طارقة كمل كمل يا احداث بانتظار الاحداث وواضح انك انت اسمنا عليك رح تنسجن صحيح ولا انا قاع احرق الاحداث ما يمكن يكون حلم رح نشوف اذا حلم ولا واقع من خلال المسلسة الهياء وبناتها وانت طالع بدور الرجل الشرير اللي تضرب والغير مسؤول اللي يدين اللي مهتم بنفسه فقط واناني هذا الكاركتر اللي حضرتكم قدمه تماما طح من خلال هذا العمل نروح حق رحل ايام رحل ايام انت نقدم شخصية جميلة تنتمي الى وين تقول لنا تنتمي الى الى الزبارة نعم زبيري يعني ايه زبيري هذه الناس الجميلين العزيزين على قلبي اللي انا اقدر كل فرد فيهم وواحد من الشخصيات تم معاي والله نسيت اسمه احمى وجه للتحية تم معاي في المسلسل المسلسل اه مدقق لهجة وقلت لك ارى انا مرعوب من الكاركتر اول مرة احجي هاللهجة ما بي احد يستغرب ما بي احد يقول ما يابها على الوقت الخلايين هتم سبعين بالمئة هتكون اه يعني انا كفة توفي اه بسامحوني يعني سامحوني اذا كان في اخطاء اذا كان هناك كلمة بس يعني لانها لهجة يريد علي وانا حبيتها من خلال ممارستي بالتصوير لها وايد حبيتها والكاركتر يعني لما قالولي عنها هم قرأت ولقيتها شخصية ضريفة حلوة راح تقول لها احداث جدا واختجتر عشان شهديها لقيت فيها بعض يعني مثل ما يقولون في اماكن انطر فيها الجو صحيه مشاعري بما انك من اهل فيلتشا هاشتاغ محشومين يا أهل فيلتشة اللي صار ترند بسبب مسلسل محمد علي رود شنو ردك بما أنك أنت من أهالي فيلتشة يا الموضوع سكرنا يا جماعة وقوينة صفتت يا واحد من فيلتشة معانا لازم نسأله والله شوفي أنا أهل فيلتشة أهلي ورضيت بينهم ومحشومين على كل كلم بس أنا عندي وجهة نظر إذا كان الحدث درامي فهو الحدث طبيعي يعني هذه قصة وخيال مؤلف كتب أن مرأ تعبر من مكان لم يكان ولا حدد عائلة من العوائل ومحشومين الكل هو حدد درامي لكن واقعيا في عاداتنا هو ليش صار واقعيا في عاداتنا وتقاليدنا عين عندنا المرض عبر بروحها في المركب لازم يكون أحد محارمها معاه يعني هذه نقيصة بالنسبة له وبعدين لو نرجع للماضي القريب اللي اشتغلوا للحاجة ما كانوا يسمونهم خدد كانوا يسمونها واللافة هي الحوافة تحوف البنت إذا كان عندهم بنت إذا كانت هي معزبتها تساعدها في شغل البيت تقضي أمورها بس ما كانوا يسمونها كان يسمونها مساعدة تعاون أهل البيت إذا كان عندهم عرس راح تزعت معاهم ويعطونها المكسوم بس أهل فيلتشا ما اشتغلوا عند أحد أو ما اشتغلوا في الكويت هذا إذا بنرجع واقعيا بس دراميا لا دراميا هو خيال مؤلن خيال كاتب كتب إنه مرة انتقلت من مكان لأمكان وراح انتشتغلت وما قصد أحد قصد أحد من أهل فيلتشا أو لو نقصد ونتقصد أي عائلة صدين كلنا راح نتصدال لأن أهل فيلتشا ناس عزيزين على قروبنا أهلي جماعتي أرقلي إخواني رضينا كلنا مع بعض وهم فخورين فينا الحين إنه عيالهم وموجودين في الإعلام ما تدري شنو فرحتهم إنه موجودين على الشاشة ومتابقيننا وبتفاصيلنا والحين حتى عيال عيالهم يتابعوننا صحيح والخدمة وأهل الكويت يعني أنا أعرج على شيء لما حسن تكلم وقال يدي زراع يا جماعة هو يمكن شوي خان التعبير بالشسمة بالتدرج الزمني أهل الكويت لما خلصت لما وقف موسم الغوص والسفر والشيخ عبدالله السالم وجه أن أهل الكويت كلهم يتجهون للدوائر الحقومية خلاص يبتدون يرتاحون من تعب السفر والغوص فاتجهوا العالم كل من على قد وقدم خدمته خدمة للوقت فاشتغلوا عند الحكومة مع الحكومة ما اشتغلوا في بيوت الناس فهذه اللي يمكن حبيته وضحها أن أهل الكويت بعد ما وقف موسم الغوص والسفر ابتدوا في الدوائر الحقومية مشاري أهل فالتشا أهل الكويت بأشكالهم بجناسهم بلوانهم كلهم على عيننا وراسنا وكل الشكر لك على وجودك معنا في هذه المداخلة الهاتفية أو السكايبي يعني احنا وايد سعيدين بوجودك معنا صج في تباعد اجتماعي بس نسمى قتلكم قناة الـ ATV اتجمعنا على الود والسعادة مستمرين معكم مشاهدينا ولكن فاصل نرجع لكم